ينعقد منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاكا خلال الفترة من الرابع وإلى السادس من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات ويركز المنتدى على سبريت عزيز التعاون الصيني الأفريقي في إطار المبادرات التي تتبنها بكين في هذا الصدد وبما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية الأفريقية عشرين ثلاثة وستين منتدى التعاون الصيني الأفريقي والذي تصديفه العاصمة الصينية بكين على مدار ثلاثة أيام متتارية في دورته الرابعة ويشارك فيه 54 دولة إفريقية ما بين رؤساء وقادة وزعماء الدول الأعضاء ورؤساء الحكومات والمنظمات الإفريقية والدولية وضيوف الشرف يعد حدثا كبيرا للوحدة والصداقة والمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين ويشهد مطار العاصمة الصينية بكين استقبال رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية الذين تم استقبالهم بالورود والظهور والموسيقى والغناء والتي تعكس حفاوة استقبال الضيوف وأجرى الرئيس الصيني مع الزعماء والقادة الأفارقة جلسات مباحثات لاستعراض أهم أطر الشراكة والتعاون بين الصين وإفريقيا ويحضر القمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ويلقي كلمة هامة خلال جلسة حوارية بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء وعلى جانب آخر يشارك في القمة أكثر من سلاثة ألاف صحفي وإعلامي من مختلف الوسائل الإعلامية سواء الصينية أو الدولية ويعقد بالمركز الصحفي للمنتدى العديد من المؤتمرات الصحفية التي تتناول الرد على أسئلة واستفسارات الصحفيين والمحاول التي سوف يتناولها المنتدى خلال جلسات وورش العمل علاقات متنمية وشراكة ممتدة تجمع بين الصين وإفريقيا فأصبحت قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي حدثا رئيسيا في الساحة العالمية إذ تحدد بكين أطر للتعاون والتنصيق والتشاور مع مختلف دول القارة صمراء في شتى المجالات وتعمل على تحسين نظم الحوكمة العالمية وتقاسم فرص التنمية مع شركائها من العاصمة الصينية بتين أحمد سعد الدين التلفزيون المصري